اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومقابله إذن هذا هو تسيير الكرة الجزائرية فريق العريق منذ الجزائر مثل بقية الأمدية الجزائرية التخبط والتسيير الهاوي لمختلف الأمدية الجزائرية والإقصاءات والمشاركة الغير إيجابية المخجلة نوعا ما هذه هي الكرة جزائرية وهذا هو المنتوج المحلي لما نتكلموا ونقولوا على سوء التسير يتهمون الناس يقولون بليراك أنتما تطبيلون وتزمرون لللاعب المغترب وتكرهون اللاعب المحلي نحن لسنا ضد اللاعب المحلي لسنا ضد سليماني لسنا ضد بليلي والأمثلة كثيرة وعديدة حليش وسوداني وجابو وغيرها وغيرها وغيرهم اللاعبين البطولة الجزائرية اللي أثبتوا مستوى عالي وشرفوا الكرة الجزائرية المحلية وكانوا عندهم اسم كبير في المنتخب الوطني جزائري لكن موضوع اليوم رح يقودنا إلى الإخفاقات والمشاركة الهزيلة في دوري أبطال إفريقيا خاصة مولودية الجزائر وشباب بالوزدة وبالمناسبة نهنئوا فريق شبيبة القبائل التعاهل إلى نصف نهائي كأس الكاف مولودية الجزائر مثل ما وضح اللاعب السابق لمرودية الجزائر إبراهيم شوش أنه فريق مولودية الجزائر كقصف مباشر لهذه الإدارة اللي فشلت في التسيير وما عندش علاقة يعني بكورت القدم صراحة إنه إبراهيمية نعرفوه من اللي يكون صغار نعرفوه هذا انتهى علعاب القوى إنه مولودية الجزائر سفر ب74 شخص أشخاص غرباء ودخلاء كانوا في الصفارية يعني كأن هذا الفريق العريق ذهب من أجل السياحة وليس من أجل تشريف الجزائر يعني كارثة أتم معنى الكلمة هذا هو التسيير هذا هو لما تعطيه الناس لا عندمش علاقة بكورت القدم يسيرو لك نادي جماهيري وشعبي المولودية الشعبية الإسلامية للأسف إذن محبين المولودية الله غالب هذا هو التسيير هذا محلبة البقرة كيما يقولوا بالمثل تعنا هذا محلبة البقرة الله غالب ما كانش تسيير إذن ما كانش الشخص المناسب في المكان المناسب إذن نتيجة توقعوها مسبقا إلا إذا حدثت محذة معجزة المعجزات ما بقاوش المعجزات الآن المعجزات هما رجليك والتسيير عندك لاعبين مستوى عالي تقدر تحقق نتائج وهذا ما أثبتوا وبينوا في مقطع فيديو راح تسمعوا باللاعب السابق لما تكلم إنه شركة سونتراك ما عندهاش توجه أو ما عندهاش مشروع رياضي وهذي كارثة بأتمة على الكلمة يعني لما تكون شركة ما عندهاش توجه وما عندهاش مشروع رياضي إذن هذي طامة كبرى والأدهى والأمر يذن أنا كنت في 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 الانتقاء اللعبي ريكريت مو ومبعد تم إزاعتي راح نسمعوا الفيديو تاع اللاعب السابق للمولودية جزائر إبراهيم شاوش وتعرفوا علاج المولودية تتا خبط في المهازل سونتراك عمرها ولكن عندها انبروجي سبورتيف انبروجي اللي بجيب فيه لتيتر للفارق هذي اللولى لدوزيام دي شوز كي كنسي ألمس كي بدين ريكريتمون أنا جدي ميسيوني ونشأ على بلها أنا جتي با داكور اذيك لكالي تجوار ريكريتي تبعني معلش اليوم كي نشوفان بليت لعبنتا انكار دو فينا تعلق دي شامпион علي سانزا مابونس انترى في التيران هنا ما تقوليش أنا جي كي ما قولو جي لأمبسيان دوغاني النجمة النجمة بالفومندير ونجمة غان قولو نحبو النجمة ونحبو بسا خوية اليوم اللعبنا مع المروك عدنا تروى جنجور اللي كانوا ينطلعين ونسبوار مشي مام پان سينيور على بريكلاج دي بوم بشكو على اللي فيكتيف مع اني پان مام باريش قولي لعبنا اللي تروى فران هذا هذا البروبلم وزيتانيك هاني قلت لك المسييرين تاع المولودية اضعاف باش يحوسوا يجابه المسييرين تاع الويداد ولا تاع الترجي افريقيا اذا مثل ما سمعتو خوتي هذا هو الواقع المارير هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة اللي يتكلم بها اللاعب السابق لبوردي جزايا إبراهيم شاوش هذه الحقيقة المولودية ولا النادي المولودية اللي ترسوع لشركة سونة راكي المسؤول عليه ما عندهش توجه معين او ما عندهش مشروع رياضي وهذه طامة الكبرى والأذهب ايضا قل لكم انا كنت مسؤول بالاستقدامات وليكن بعدها استقلت اذا لاعبين كي لاعبين كبير عليهم قاميس نادي مولودية الجزائر مولودية الشعبية الاسلامية كبير عليهم لكن للأسف جيب برك جيب فلان طير فلان كذا جيب برك جيب جيب برك ها وان وصلت كانوا قادرين يعني باللاعبين تاع للأواسط والأمال ويدعموهم بلاعبين مستوى علي كان قادر المولودية يوقف على رجله لكن للأسف التسير الهاوي اللي خلى تتخبط المولودية من النتائج الكارثية ايضا الفلسفة انتع الرؤساء الفرق هذي في البطولة الجزائرية بصفة عامة ما عندهمش انه طموح نروح هنا العام هذا الربع نهائي العام الجاي نصف النهائي العام اللي بعده نصف النهائي كالشامبيونس ديك ما كانش الطموح هذا الفكر العقلية هذي ما كانش معدناش حبينا ولا كرهنا عد ما قالنا فريقين اللي شرفوا الجزائر وفاق سطيف اللي تحصل على الشامبيونس ديك في النسخة الجديدة هذه الحديثة وايضا نادي شبابة القبائل اللي تحصل عديد من الكؤوس اللي خاصة الكعف اللي مسيطرة على الكعف كان في وقت سابق هذا مزوز في علاقة نقدر نقوله لشرفوا الجزائر خاصة في المنافسات الافريقية اذا ثقافة ما كانش تسيرها ثقافة الانتصارات وذهب بعيدا في المنافسات الافريقية القرية ما كانش والتسير الهاوي تسير الهاوي هو ليحط من الاندياج الجزائري خاصة فريق الجماهير المولودية الشعبية الاسلامية الفريق الاخر ايضا اللي عنده شريكة كبيرة شريكة مادار ايضا ما كان ولا شي قادر تكون مبالغ قليلة وبيزانية قليلة لكن تعرف تسير لكن عندك اموال بذخ تصرف بذخ في الفراغات يفرغ لنا بالنسبة لي شريكة مادار واموال وكذا لكن ما قدرش تأهل ما قدرش تأهل لانك ما عرفش تجيب مدرب ما عرفش تجيب لاعبين لما يجيك مدرب اللي يخرج مهاجم ويدخل لاعب وسط ميدان اذا ما تنتظر من نواله ما تنتظر من نواله وهذا شباب بالوزداد جابوا مدرب لما عندوش يعني معروف الاخفاقات خاصة في المقابلة تع ذهاب وعودة زوران هذا معروف في الاخفاقات تع المقابلات تع ذهاب وعودة انتهي الابح دو زيرو في بلادك تروح للفمات تروح تلعب ديفونس اي اكلوك اي اكلوك الاسبرونس اذا نلعب ذاك نلعب هجم مرتدة لكن ما نخرجش المهاجم وندخل وسط ميدان لاش تاكتيكي سي ما عندوش تصرف في المقابلة ما يعرفش سي المقابلة اموال اصرف اصرف وما كان امواله اذا هذا هو حال الكرة جزائرية لما نتكلم وندافع على اللاعب المقترب من قناعة خاصة انه للاسف عدنا حبيبات مجرد حبيبات لاعبين اللي في البطولة ربما يصلحوا ربما حقيقة ما عندناش بطولة يا ناس فيقوا فيقوا ما عندناش تسير المغاربة وخوطنا ارام يسيطروا في افريقيا المصريين يسيطروا احنا قاعدين نشفين نشوفهم نتفرجوا ديما ديمي فينال والفينال ينشطوه الافل المصريين والمغاربة والتوانس احنا نتفرجوا مالا غالب ما كانش ما كانش اموال كينة درام كينة بسال يسيروا شكون ما يعرفوش بكاش تسير والنتيجة حرام علينا باش ندو شمبيونز لي حرام الله غالب ما كانش للأسف اذن ما نساوش شبيل القابيل اللي بإمكانيات متواضعة وصل لنصف النهائي ان شاء الله نتمنىولو نهائي وان شاء الله الحصول على كأس الكاف لان شبيل القابيل يبقى من الفرق اللي شرفة الجسير هو وفاق سطيف بالاخص نتمنىولو مزيد منها تألق وان شاء الله ان شاء الله نكبدو لك فتكون من نصيب جي اسكا اذن في الاخير ملتقى مع مزيد من الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته